جوسي بارو فقه مما رضعناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلته ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذو سنته ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديه وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده شفذهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الوجد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالة فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذي نام يخجهم من ظلمات إلى النور والذين كفروا ولياؤهم الطاغوت يخجونهم من النور إلى ظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربينات الله الملكائب قال إبراهيم ربي الذي يحيب ويميت قال أنا أحيب ويميت قال إبراهيم فإن الله ياتي بالشمس من المشرق فاتبها من المغرب فبهت الذي كفروا الله لا يذي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خوابية على عروشها قال أنه يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما وبعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى تعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى إحمالك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحمة فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي أدني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سماغل في كل سنبلة من يتحبة والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا ذلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقتي يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثلوا كمثل صفان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا بالله لا يدل قوم الكافرين ومثلوا الذين ينفقون أموالهم وبتغاء مرضاد الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوتنا صابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطلوه الله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجريم تحتها لنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها حصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا القبيث منه وتنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشة والله يعيدكم مغفرة منه وفضلة والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخطوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير وفا إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين وصلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وغنياء من التعفف تعرفهم بثيماهم لا يسألون الناس إلحافة وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أولهم بالليل والنهار سروا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه وعظة من ربه فانتهى فله ما سلفظ أمره إلى الله من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خولدون يمحق الله الربا ويربي صداقات والله لا يحب كل كفان أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما قاموا صلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذلوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوسا ولكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى جلم نسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب واليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيه نوضع فنو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوها صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصت عند الله ما قرموا للشهادة ودنان لا ترسابوا إلا أن تكون ججارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أتمنى أمانته وليتق الله ربه ولا يكتم شهادة ومن يكتمها فإنه آتم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذي ومن يشاء الله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تقتلنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبله دل الناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يغفى عليه شيء في الأرض ونا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محتمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وبتغاء تأويله فما يعلم تأويله إلا الله والراشخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزي قلوبنا بعد إذا ديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلص الميعاد إن الذين كفروا لهم تغني عنه أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم بقود النار كذا بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد لعقاب كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فيتين التقت فيت تقاتل في سبيل الله بخرا كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبني والقناط للمقانطرة من الذهب والفضة والخيم المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله الله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إنما آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابنا الصابرين والصادقين سقض القانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل اسلام دواجه لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله وصيروا بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصة من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمثنا النار إلا أياما معدودات وقرهم في دينهم ما كانوا يخترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبتهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتحز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير قساب لا يتخذ المؤمنون الكافين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في سدوركم وتبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مصدرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله استفاد ممنوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعضهم والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني عذى بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأمبتها نبات حسنا وكفلها ذكرية كلما دخل عليها ذكرية المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حتاب هناك دعا ذكرية ربه قال رب هبلي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أن يكون لغلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب تعلي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزة واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم غنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء غيب نحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون قلامهم أيهم يفلوا مريم وما كنت لديهم إذ يحتصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكأهلا ومن الصالحين قالت رب أن يكون لولده ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويحلمه الكتاب الحكمد والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جيتكم بآية من ربكم أني يخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ لك ما ولبرص روحي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولوحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجيتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأتيحون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما حسى عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحباريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا أمكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطاهرك من الذين كفروا وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم جورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات بالذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتيل فنجعل نعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمسجدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نحبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشفدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مصدبا وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودى الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذين أنفسنا على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبعد بينكم قل إن الهداه لله أن يؤتى حد مثل ما أوتيت من يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو القضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بخلطار يؤذه إليك ومن من إن تأمنه بدينار لا يؤذه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بل من أفا بعضه والتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوما قياما ولا يذكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم فريقا يلون الفتنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يتيهم الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذ الملائكة والنبيين أربابا يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذا قد الله ميطاق النبيين لماتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرون قال أقررت ما أخذتم على ذلكم قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعب ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات ولعد طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأثبات وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتقي قير الإسلام دينا فلن يقبل منهم وهو في الآخرات من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمان وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فينا لا يخفوا عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفارون فلن يقبل من حدي ملء الأرض ذهبا ولو يفتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العلي العظيم